ونشاهده في هذا الفيروس لأنه لا يزال ناشئ ولا يزال حديث لذلك من المبكر جدا أن نضع كل هذه الخطوات التهوينية من التعامل مع هذا الفيروس لا بد من التعامل معه بحذر لا بد من التعامل معه بقوة وحزم لا بد من استمرار الإجراءات الحازمة واستمرار الجهود المكثفة الدولية التي نشهدها على مستوى المنظمات العالمية على مستوى الدول على مستوى القيادات الحمد لله المكاربية السعودية على مستوى قياداتها من ولاة الأمر ومن الجهات ومن الوزرات والرئاسات والهيئات تبدو القصارى جهودها وتركيزها لحماية هذا المجتمع البشرية يجب أن يتكاتف الجميع لحمايتها حتى معرفة أكثر وضمانة أفضل لسلامة الجميع وحتى ذلك الحين نعم الإجراءات والاحترازات مهمة ولكن لا شك أنه سنسير يوما فيها بالتدريج نحو حياتنا الطبيعية كلما تمكننا من قوة التعامل بالاحترازات الجيدة والخطوات الوقائية من هذا الفيروس أمر مهم جدا أوجه للجميع سواء الزملاء المختصين المهتمين الإعلاميين المؤثرين الباحثين الجميع وناشدهم بأن يكون الصوت دائما هو صوت موحد مع كافة التوجهات الموجودة اليوم والتواصل مع المراكز الوطنية والوزارات المعنية للنظر بزوايا متكاملة عن حيثيات التعامل مع هذا الفيروس للخروج إلى مجتمعاتنا دائما برسالة موثوقة تجعلهم دائما في حالة ارتياح واطمئنان بأن الجميع بإذن الله بمسؤوليته سنحقق خطوات أفضل في التحكم والسيطرة على هذه الجائحة شكرا من صحيفة عكاد الأستاذ عبدالله الهتي لا يسأل ارتفاع مؤشر الإصابات يثير الهلع والخوف في نفوس المواطنين والمقيمين ما هو التفسير الطبي لهذا الارتفاع وإلى ماذا يشير طبعا الفيروس حول العالم والجائحة لازالت تسجل عدادها وتسجل ارتفاعاتها ونعرف أنه مع مرور الوقت انتشار الحالات وقوة الراست وقوة الكشف سنكتشف الحالات اكتشاف هذه الحالات طبعا بتسارع معين إذا كان هذا التسارع غير مقلق والبؤر والمعروفة والرصد لها مبكر والانتشار لها يتم احتواءه فهنا يكون القلق بإذن الله منخفض والتحكم بالاتجاه السليم ونحن اليوم اللي نلاحظ بحمد الله بأن الخطوات اللي تتم من كافة الجهات المعنية وجهودها هي خطوات استباقية ورصد لأبؤر وأماكن محددة ومعروفة هناك طبعا بعض السلوكيات السلبية اللي لا نرغب بوجودها وتساهم في ارتفاع الرقم قليلا وهي سلوكيات تعلق بمخالفة التعليمات المتعلقة بعدم التجمعات أو بالالتزام بسلوكيات الصحية التحكم فيها جنبا إلى جنب مع التحكم مع البؤر جنبا إلى جنب مع الفحوص التي تتم وهي مبكرة واستباقية سيجعلنا إن شاء الله في اتجاه سليم أنا أؤكد بأنه لا نريد قلق وتوترات مفرطة ولا نريد أيضا تساهلات وتهوينات مفرطة التوازن أمر يسير وهو أن نلتزم بالتعليمات التي تصل من المنصات ومن المواقع ومن الجهات الموثوقة التزمنا فيها نطمئن بأن نحن نكون بإذن الله في مأمن شكرا من صحيفة الاقتصادية الأستاذ علي المقبل يسأل ذكر وزير الصحة في بداية الأزمة أن هناك أربع دراسات أجريت كانت توقعها أن تصل حالات الإصابات إلى 200 ألف إصابة في السعودية هل مؤشر الإصابات اليومي يشير إلى أننا متجهين إلى هذا الرقم؟ أنا أذكر إلى أن الدراسات التي سبق الإشارة إليها قبل أسابيع كانت تتكلم على أن قد تصل المنحنيات في أدناها وأعلىها كان في أدنى وأعلى الأدنى كان في حدود العشرة آلاف تقريبا والأعلى كان ما بين المئة وستين إلى مئتين ألف وأكثر حالة وكان المدى الزمني منتصف شهر إبريل تقريبا لو نراجع شهر إبريل في منتصفه سنجد الحمد لله أن الأجراءات التي تمت جعلت منحنا المملكة وتسجيل الحالات التراكمية يكون في المستوى الأدنى بحمد الله وهذا يدل على أن المملكة تسير في اتجاه جيد في اتجاه تحكم وفي اتجاه سيطرة وكل ما التزمنا وكل ما واصلنا جهودنا بإذن الله سنكون في هذه المستويات طبعا من أبريل إلى اليوم تقدم الزمن فبالتالي المنحنى يختلف شكله وتختلف مستوياته لكن من الأمور الحمد لله المبشرة بأن لا تزال الاتجاهات سليمة والمنحنى ليس في مستوياته العليا في الرصد في المملكة وإنما في مستوياته المتحكم فيها وإن شاء الله نستمر بهذه الاتجاهات شكرا من قناة العربية الأستاذ حسين بن مسعد يسأل انتشر مؤخرا عدة مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعية تذكر بأن فيروس كورونا كوفيد 19 هو مزيج بين فيروس ميرس وفايروس الإيدز وأن العلاج لهذا المرض يكمن في العلاج لمرض الإيدز أولا ما هو تعليقكم على ذلك؟ حقيقة وصلت مجموعة استفسارات ومجموعة تساعد